يحمل الرئيس الصيني شي جين بينغ وهو يحل ضيفا على الرياض ملفات اقتصادية لكنها تحمل ايضا اكثر من رسالة سياسية القمة الصينية العربية لا يمكن ان تعدو الا بحطة هامة تأتيذ من سياق عالمي مقبل على تحولات عميقة تجنح نحو عالم متعدد الاقطاب وان كانت الصين تطمح لتجاوز الولايات المتحدة والتربوي على عرش اكبر اقتصاد عالمي في عام الفين وثلاثين فقد اخترت بكل ثقة الوطن العربي كشريك استراتيجي شريك له من الموارد والموقع الاستراتيجي بيؤهله للعب ادوار متقدمة والتموقع ضمن خريطة عالمية قيد التشكل تضع بكين المنطقة العربية ضمن اولوياتها في مبادرة الحزام والطريق في سعيها لتعزيز حضورها في عالم عربي تتبوأ فيه السعودية ادوارا متقدمة بفضل ثقالها الاقتصادي كأول شريك للصين ولان المصالح الصينية العربية متشابكة الى حد التكامل في الكثير من الملفات خاصة الاقتصادية منها والتجارية فقد تضعفت لنحو عشر مرات في اقل من عقدين حيث ارتفع التبادل التجاري بين الطرفين مما يصل الى 37 مليار دولار في 2004 عند تدشين منتدى تعاون الصيني العربي الى 330 مليار دولار في 2021 وفق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومة تؤشر القمم الثلاثة التي تحتضنها الرياض عن تقارب غير مسبوق بين بكين والعالم العربي تنظر اليه واشنطن بعين الريبة حتى وان صرحت بغير ذلك